من 2014 كان للأسف قبلها كمان كان عندنا أزامات كتير قوي من أهمها مشاكل الطاقة أكيد حضراتكم تفتكروا كويس قوي الأيام الصعبة لحتى كنا بنقضيها في رمضان النور دايما مقطوع الكهرباء على طول مش موجودة ولو اهتمنا بأي دولة لازم نهتم بالبنية التحتية اللي هي بتندرج في أهم عنصرين وهما الكهرباء وكمان الطرق الناس تيجي تقولك لأ طب أهم حاجة رغيف العيش وماله برضو ومهو رغيف العيش ده عشان يجيبه وعشان نسهل وصوله للمواطن البسيط لازم يكون فيه استثمارات عشان الدولة تقدر تحافظ على مستوى الدعم اللي بتقدمه للمواطن البسيط ده وتقدم لك كمان كل الخدمات اللي حضراتكم بتتمتعوا بيها ازاي نهضنا نهضة مختلفة وارض الواقع هي اللي بتتكلم اللي عجبني في الموضوع انه مش مجرد مشروع بيتم افتتاحه وانه نروح نصور وانسقف وما فيش متابعة لا احنا بنروح نصور وانسقف برضو وبنلاقي انه فيه نرجع بعد شهر شهرين بنلاقي فيه انجازات نلاقي بعد مثلا سنة بنلاقي المشروع خلص مشروع ممكن يخلص في سنتين تلاتة يخلص في سنة وبتكلفة كمان يعني مش تكلفته يعني فيه عناصر كتير للنجاح الحقيقة انها تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومش مجملة الدول العربية والاوروبية بتشهد لمصر بهذه الطفرة والانفراجة الاقتصادية اللي حصلت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعالوا تشوف تفاصيل كتير عن الموضوع ده وازاي اهتمينا بالبنية التحتية من ناحية الطاقة والطرق مع ضيفي المهندس احمد عبدالسلام استشاري ادارة المشروعات وتطوير الاعمال اهلا بك يا بش مهندس ونورتين صباح الخير فنم صباح الخير عليك وعلى كل سيد المشاهدين صباح النور احنا بتتكلم على حاجة حلوة وفيها تفاؤل وانا بصراحة يعني ما شاء الله ما شاء الله ببقى فخورة جدا جدا لما باجي تكلم على الانجازات اللي حصلت في بلدي فدايما لما نيجي نعرف الحلو لازم نعرف احنا كنا فين عشان لقول اللي وصلنا له ده الحمد لله والشكر لله يعني بجد انجاز واعجاز في الوقت لازم الصورة تبان قبل وبعد بالزبط خلينا نبتدي من 2014 من بداية يعني توالي رئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية ورئاسة الجمهورية والحال على ما هو كان عليه وبقى على اي شاكلة دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم في البداية لازم الاول نقول يعني ايه مشروع قومي المشروع قومي هو مشروع بيلتف حواليه الشعب المصري او الشعب اللي بتتم على ارضه هذا المشروع مصري يمكن تاريخيا مرت بكذا مرحلة من مراحل المشروعات القومية كلنا نتذكر شاء قناة السويس سنة 1969 بنك مصر 1920 السد العالي 1968 وفي عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان المشروع قومي الرابع وهو شاء قناة السويس الجديدة اللي بدأت في اغسطس 14 وافتطحت في اغسطس 15 بمشاركة الشعب المصري كله وشفنا قد ايه الشعب المصري التف حوالين قيادته لإيمانه بيها وقدرنا نجمع 63 مليار جنيه في اسبوعه كلنا نتذكر هذا الموضوع قبل 2014 دعائم اي مشروع قومي بيعتمد على الطاقة الطاقة والطرق الطاقة عشان اوجد لو انا هعمل مصنع لو انا هعمل صوموعة غلال لان انا هعمل اي نشاط هيبقى مرتبط بالطاقة كلنا نتذكر حالة الكهرباء في مصر قبل 2014 والانقطاع المتكرر لان كان فيه عجز فندم ما يقرب من حوالي 4000 ميجا صحيح احنا المحصلة بتاعت الطاقة الكهربية في مصر في خلال ما قبل 2014 كانت تقريبا حوالي 23500 ميجاوات دي القدرة الاستعابية بتاعت الشبكة بتاعتنا في مصر اصلي يعني ده حقيقي ان احنا كان عندنا عجز يا بشمهندس لان انا بوضح النقطة دي لان فيه ناس كانت بتقول ان الموضوع ده مفتعل وان احنا كنا حابين نكرر منه احنا بنتكلم بالارقام من صيف 2015 وتحديدا في يوليو 2015 وبعد اقل من عام من تولي سادة الرئيس المسئولية وزارة الكهرباء بالجهود الذاتية وبإمكانيات الشبكة بدون اي اضافات لسة قدرت ترفع قدرة الشبكة لحوالي 3750 ميجا يعني ما يقرب من 4000 ميجاوات ومنذ هذا التاريخ الى الان فندم لم يتم تخفيف الاحمال ولم تقطع الكهرباء عن مناطق بشكل يعني بشكل متكرر او بشكل طويل من 2015 وحتى اليوم هل وقفنا على كده لا ما وقفناش تعاقدنا مع شركة المانية زي شركة سيمينز بمعاونة شركات مصرية كبيرة يعني شركات مصرية خاصة كبيرة ايادي مصرية عملاقة وقدرنا نعمل تلات محطات فين يا فندم؟ في البورولوس في محافظة كافر الشيخ في العاصمة الإدارية في بني سويف بقدرة دي 14800 ميجا واحنا كانت قدرتنا ايا فندم من الاول 24000 ميجا يعني احنا في 2018 في افتتاح المحطات دي عضفنا 14800 ميجا يعني المحطة الوحدة قدرتها 4000 تقريباً وتمنمية في هذا الرينج المحطات دي هتوفر باستخدامها في حالة الاستخدام الأخصى بتاعها 16 مليار جنيه في السنة يعني انا في خمس سنين تقريباً اقدر اجيب تمن المحطات دي من توفير الوقود بس هل وقفنا عند كده فندم؟ لا ما وقفناش عند كده في القهربة عندنا احنا مصر تدخل ضدنا حاجة اسمها الحزام الشمسي احنا تقريباً عندنا عشر ساعات سطوع شمسي يومياً يعني ما يقرب في السنة من 3600 ساعة في السنة ده من خلي الطاقة الشمسية عندنا حاجة هيلة جداً عملنا محطة طاقة الشمسية في بنبان في أسوان لأهلينا في الصعيد لتنمية الصعيد اكبر محطة طاقة الشمسية على مساحة واحدة هي مساحتها 37 كيلو متر مربع ودي اكبر محطة طاقة شمسية على مساحة واحدة قدرتها دي؟ قدرتها حوالي 1600 ميجاورت محطة طاقة الشمسية بس وقفنا عند كده ما وقفناش استخدمنا السورس التاني أعلى المصدر التاني في الطاقات الجديدة والمتجددة وهي محطة طاقة الرياح في جبل الزيت في السويس ودي برضو أكبر محطة طاقة الرياح في الشرق الأوسط اتصنعت اتركبت خمات بأيدي المهندسين والفنيين والعمال المصرية هل ده ليه بعد في الكهرباء بس؟ لا ده ليه بعد كمان اجتماعي ونفسي رجع علينا الثقة بولادنا من المهندسين والفنيين كل ده احنا النهاردة بنتكلم من عجز في شبكة الكهرباء الى فائد ما يقرب من حوالي 28500 ميجا يعني ضعفنا قدرتنا على الشبكة وزيادة وقفنا عند كده ما وقفناش عملنا مشروعات ربط الكهربية مع السعودية بطاقة تقريبا 3000 ميجا ان شاء الله تبتدي تشتغل 2021 بدأنا مع السودان كمدخل لأفريقيا ومن شهور تم المرحلة الأولى مع السودان بطاقة 50 ميجا من 50 لـ 80 ميجا عشان نخش في العمق الأفريقي واهتمامنا بأفريقيا واهتمامنا بشعوب أفريقي ده بالنسبة للطاقة الكهربية حولنا العجز بالمستحيل بأياد أولادنا بمهندسينا بعمنا حولناه اللي فائد وبنصدر منه عملنا ربط فندم مع الأردن عملنا ربط مع أبروس واليونان كل ده بالنسبة للطاقة ده ده وزارة أو قطاع ده لنا نحول فيه الإخفاق اللي كان موجود من قبل 2014 إلى نجاحات وبننحط فيها بالصخر وبصراحة كل التحية لكل حد شغال في قطاع الكهرباء في مصر وكلنا أكيد استشعرنا ده جدا إن إحنا حاسين أنه فيه فرق ما فيهش نور بيتقطع يعني أنا أتكلم على مستوى المستهلك المصري ما فيهش نور بيتقطع ما فيهش مشاكل في الطاقة بشكل ملحوظ فبالتالي وشفت كتير جدا في الطرق الجديدة تحديدا زي ما حاجة تفضلت وتكلمت مش بس في الصعيد العواميد أو عمدان الإنارة الخاصة بالشوارع اللي فيها الطاقة الشمسية اللي هي الخاصة بتوليد الطاقة الشمسية فده هيل جدا وزي ما حاجة بتقول في قطاع واحد أنا هروح معك بقى للقطاع مهم جدا وبرضو الناس دايما بتقول طب إيه الموضوع الطرق والكباري وبتاع ومش أولى أن احنا نهتم بالتعليم مش أولى أن احنا نهتم بالصحة حضرك برضو كلمنا على ما كنا عليه وإحنا سيكوننا بنتكلم حتى على الطرق السريعة وتحديدا الطرق الساحلية يعني قد إيه فعلا الموضوع اختلف ووضح لنا الصورة زمان كانت إيه ودلوقتي إيه خلينا نسمي الأول أن الطرق هي شرعيين الحياة الطرق بالنسبة طبعا هي شريان الحياة هي اللي بتنقلي المجموعة الشرعيين أو الأوردة الفرعية اللي موجودة بالنسبة لو أنا هعمل تنمية صناعية لو أنا هعمل تنمية زراعية لو ما عنديش طرق يبقى أنا كل مجهوداتي هتتضاعف قيمتها ماليا وهأنهج يبقى لازم أعمل ما يطلق عليه بالبنية التحتية أو الانفراستركشر في الطرق طب إحنا كان عندنا طرق قد إيه من العهد الملكي لسنة 52 ودايما أنا بحب أقارن الصورة قبل وبعد لازم الناس ولازم شعبنا يبقى عارف إحنا كان عندنا إيه وبقى عندنا إيه بالأرقام لأن الأرقام هي خير دليل للفهم إحنا كان عندنا من العهد الملكي حتى عام 1952 ما يقرب من 24 ألف كيلو متر طرق ومن سنة 52 لغاية ما يقرب من سنة 2008-2010 زودنا في الفترة دي في الستين سنة دول زودنا حوالي 6000 كيلو متر طرق المفاجأ بقى أن إحنا من 2014 وحتى الآن ضفنا ما يقرب من 6000 كيلو متر طرق بمعنى اللي إحنا عملنا في 60 سنة عملنا في 6 سنين بتكلفة فوق الميت مليار جنيه هل اكتفينا بكده؟ لا عملنا 12 محورة على النيل بتكلفة فوق العشرين مليار جنيه لخدمة أهلينا في الصعيد عشان أحول الصعيد من مناطق ترضى للسكان وترضى للعمالة إلى مناطق جذبة للسكان ونحن جميعا في مصر عارفين يعني إيه طريق يمتد في مكان سعر الأرض بتختلف المنشآت بتختلف المشاريع بتختر الأياد اللي عملها بتختر أهلينا في الصعيد عندهم كذا مشروع تنموي سواء كان على مستوى الطرق من المحاور مش عايزة أقول إسنى عايزة أقول ملاوي في المينيا عايزة أتكلم عن أسيوت فيها كذا مشروع طرق ومشروع طاقة مائية في محطة أنطر أسيوت كل دي مشاريع تنموية لأهلينا في الصعيد طبعا ضرة التاج في المحاور وكلنا بنفخر به ويفخر به كل مصري هو كبري تحيا مصر اللي هو محور رود الفرج اللي تبقى ما افتاحه من أكتر من عام وعايزة أقول إن المحور ده ده خلنا بيهما بصوية جينيس كأعرض ممر مائي كأعرض كبري فوق ممر مائي لأنه عرضه بيوصل لحوالي 67 متر عايزة أقولها حاليك يعني برضو بلغة بقى المهندسين فيما يقرب من 300 ألف متر مكعب خرصانة مسلحة وفيه مامشة زجاجي كمان ده عالمي بقى يعني الكبري ده أنا يعني كراجل يعني مقيم في سكندرية وباجي واروح تقريبا من عليها على طول أنا بحس بالفخر كل ما بعدي علي صحيح أنا نفسي أظهره بس حتى من صوره على الانترنت بجد بجد فاني بالمحور ده يعني تحفى معماري المحور ده بيأخذك من العلامة 40 على الطريق الصحراوي لقلب القاهرة في منطقة حدايق الأوبة وكبرى الأوبة ومصر جيدة فقالي من 25 دقيقة فعلا هل ده مش إعجاز؟ إعجاز طبعا نتكلم أو كلمنا عن الأنفاء طب خليني أسأل حيك قبل ما نتكلم على الأنفاء واستفيد بقى من خبرتك الهندسية فضلي دايماً ببقى غيرانة جداً جداً على الطرق الجديدة من بعض التلافيات اللي بتحصل فيها وخصوصاً من سيارات النقل الثقيل فحالك بصفتك مهندس قولي إزاي أنا كمواطن أحافظ على الإنجاز ده أنا حققت إنجاز في وقت قياسي بإمكانيات مادية مزهلة جداً في التوفير والتقنين أحافظ على ده إزاي؟ المحافظة جاءت من الوضع تصميم الطريق يعني هو أكبر سيارات النقل السقيل لأن سيارات النقل السقيل طبعاً هندسياً لازم يبقى لها طريق مخصص بحمولة معينة يتناسب مع طبيعة سيارات النقل السقيل فجميع الطرق المستحدثة الجديدة أو اللي تم رفع كفايتها تم إنشاء طريق ما يطلق عليه بطريق الخدمات للنقل السقيل كل المطلوب مني أنا قاقائد مركبة أو قاقائد سيارة نقل من أهلنا ومننا كلنا أن إحنا نلتزم بالسرعات لأن السرعات دي لها علاقة بالدزاين الطريق بتصميم الطريق في طرق كلنا اللي سافر منها برا مصر في طرق بتبقى مصممة لأكتر من 200 كيلو طريق يقدر يستحمل ويقدر يستوعب بالعربية لما تجري على أكتر من 200 كيلو وفي طريق ما يستوعبش فإحنا نتمنى لجميع أهلين السلامة نتمنى الالتزام بتعليمات رجال المرور وتعليمات السرعات على الطرق عشان نقدر نحافظ على أكبر قدر لأن إحنا اللي تم ده فإندم اللي تم ممكن يقعد 50 سنة عشان تعمل حاجة تانية عشان نفكر نعمل فيه حاجة تانية يعني اللي تم في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ممكن نقعد 50 سنة عشان نفكر نعمل حاجة تانية بس أهم حاجة أن إحنا نحافظ لأن الفلوس اللي الدفع دي دي فلوسنا وتعبنا وشاءنا أكيد أنا عشان كده فلازم فندم لازم فندم نحافظ على حاجتنا لازم يبقى عندنا انتماء ما ينفعش انتماء أنا كمواطن مصري ينتهي عند باب شائتي لازم الأمارة بقى منتملها لازم الشارع الحي المحافظة ومنسمى طبعا وطننا الحبيب مصري صحيح والموضوع الحمولة برضو يا فندم لأنني أنا بشوف أن فيه طرق جديدة للأسفل بيبقى لسه الأسفلت جديد وبيلمع ببقى بتحصر لأنه بلاهي فيه هبوط في الأرض ما هي كلمة التعليمات أو ما يعني اللي احنا بنسميه الانضباط الذاتي لرجل الشارع المصري الانضباط الذاتي أنا مش لازم لأنا لو هعمل حمولة ممكن تاخد مرتين عشان أوفر أخذها على مرة واحدة طب لو قدر له ما هي ممكن العربية ما تستحملش ومع سرعة معينة العربية كان ممكن نخش في حادث ممكن أفقد حياة شخص ممكن أفقد المركبة وأدفع فلوس كتير صحيح فلازم نفكر ما نفكرش أن أنا عايز أوفر دلوقتي مهم كمان هيكتب تتكلم على الأنفاء الأنفاء بصراحة حصل فيها طفرة عملاقة في مصر ولأنا لو تكلمت على الأنفاء لازم أتكلم عن تنمية سينة وإحنا كلنا شفنا في أبريل الماضي افتتاحنا فق الشهيدة أحمد حمدي 2 وكان طوله تقريبا حوالي 4700 متر يعني حوالي 4 كيلو ونص وما يزيد الأنفاء نقل عملت طفرة كبيرة جدا في تنمية سينة وربطت سينة بالداخل المصري زي زمان كانت سينة تقريبا شبه منعزلة عن الجانب يعني عننا كبلد أو عننا كوطن كان كل اللي بيربطنا بيها كوبري ونفق الشهيدة أحمد حمدي وأهلينا في سينة ما كانواش حاسين بأي تنمية لو تكلمنا دلوقتي عن التنمية في سينة نتكلم على إقامة مدن جديدة إقامة طرق جديدة مشاريع تنموية شغالت بيها أهلي سينة سواء مشاريع زراعية وهم في هناك يعني استصلاحات في الأراضي وأراضي عليها سواء بزراعية لأهلينا في سينة عايز أقول له حريك أن عدد المشتركين في الكهرباء في سينة وصل تقريبا ما يخرج من 30 ألف مشترك في أنا آسف 300 ألف مشترك في الكهرباء من طبعا من رقم ضعيف جدا ده نتيجة إيه؟ نتيجة التنمية والتنمية المستدامة اللي الدولة مصرة عليها أن هي تتم في أرض سينة العزيزة وطبعا إحنا عارفين البعد التاريخي لأرض سينة وهي غالية علينا كلنا أكيد مهمة كمان أروح لمشروع المليون ونصف من يوم فدان وقد إيه ده هيساهم في يعني انفراجة جديدة في قطاع الزراع المليون ونصف فدان إحنا بدأنا كالسيات الرئيس في 2015-2016 افتح افتح المشروع كان بحوالي 10 تلاف فدان في الفرفرة في منطقة سهل بركة إيه أهمية المليون ونصف فدان لو كلمنا في المليون ونصف فدان هنلاقي المليون ونصف فدان ده ممتد في 13 منطقة أو 13 محافظة على السواد الأعظم منهم في أهلينا في الصعيد في أسيوت في المينيا في أسوان في الوادي الجديد تأسيمة المليون ونصف فدان هنزود إنتاجنا الزراعي هنحقق اكتفاء ذاتي من الأمح هنحقق اكتفاء ذاتي من معظم الحصولات الزراعية هنزود صدراتنا الزراعية الصناعات القائمة على الزراع في النمزة التعبئة والتغليف أيدي عملة تقليل معدل بطالة كل ده تحت عنوان المليون ونصف فدان استصلاح زراعي نماء خير بركة تشغيل شباب تقليل معدلات بطالة ده المليون ونصف فدان هايل وإحنا شايفين البدايات وشايفين الاستثماء الكبير في أكتر من قطاع عايز أروح معاك كمان مشموهندس لموضوع العاصمة الإدارية وإحنا جلس كنا بنتكلم قبل الهواد إن الموضوع بجد التحفة معمارية وكمان استثمارية لأنه فيه استثمارات كتير وفيه أيادي عاملة ومهندسين وعمال تكلمني عن الإنجاز التي تحقق في العاصمة الإدارية في الحقيقة من ضمن مخططات الدولة كان المدن الجديدة وكان من ضمنها طبعا العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية الجديدة هتنقل التكدس الحكومي اللي كلنا بنعاني منه في القاهرة والمركزية الحكومية اللي موجودة في القاهرة هتنقلها برى العاصمة أو برى القاهرة تنقل كل الوزرات بمكان يليق وبتكنولوجيا تليق بالوقت اللي احنا فيه عشان القاهرة تفوق عشان القاهرة تعرف تتنفس في نفس الوقت كم التكنولوجيا وكم المباني وكم الوزارات اللي هيتنقل هناك هيدي فرصة ان الموظف يشتغل بقى ريحية في مكان اعتقد ان شاء الله اللي هيزوره مننا هيفخر به جدا 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 في العاصمة الادارية الجديدة هل اكتفئنا بالعاصمة الادارية؟ عملنا مدينة العالمين تحفة معمارية في كل المباني وهي مش هتبقى العاصمة السياسية او مش هتبقى العاصمة الصيفية للحكومة في مصر بس لا ده فيها استثمارات بمئات المليارات هتتم ان شاء الله السحل الشمالي ملامحه هتتغير خالص ان شاء الله بوجود مدينة العالمين الجديدة ان شاء الله بإذن الله ايه اللي بتأمله بقى ان شاء الله في المستقبل ودورنا احنا كمواطنين واسمح لي اكرر السؤال واكد عليه انه احنا لينا دور كبير جدا في الحفاظ على كل ما يتم انجازه في مصر شعور المواطن ان كل ده بيتعامل لي اعتقد ان هو كفيل ان هو يحفظ عليه الانتماء فينا تجديد الانتماء عند ولدنا وعند شبابنا عشان المشاريع دي بتاعة الاجيال اللي جاي اللي موجود واللي جاي صحيح واطفالنا لو عززنا الانتماء وشدينا الانتماء عند الناس اعتقد كلنا هنحافظ ومش هنحافظه بس ده احنا هنحافظ ونبني انا عايز بس يعني يعني يمكن انا ساخطت مني بس معلومة في موضوع الطرق ان دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي في افتتاح مرحلة متر الانفاء الاخيرة من اسبوعين تقريبا لما قال ان تصنيف مصر في حوادث الطرق الحمد لله او اناسف في جودة الطرق احنا بقينا في المركز الـ 28 عالميا يعني تقريبا قفزنا حوالي 90 مركز في جودة الطرق كلام ده يدعو للفخر واعتقد ان كلنا بنمشي على الطرق وشفنا كم المجهود المبزول من مصر من جنوبها لغاية اقصى نقطة فيها في الشمال صحيح هو فعلا شيء يدعو للفخر وكلام حضرتك كان جميل ومفصل جدا عشان نعرف المواطنين انتوا تعامل عشانكم ايه انتوا ايه الانجاز اللي تم وده دايما اللي بنأمله من الرئيس عبدالفتاح السيسي لانه منذ ما احنا احنا اللي طلبناه بتوالي المسئولية وهو مهتم جدا جدا بكل التفاصيل حتى لو الناس مش فهمة ده بيتعامل ليه دلوقتي قدام النتائج بتبان وحلو ان انت يكون عندك قيادة حكيمة بش مهندس عندها نظرة استباقية للاحديثة انا بشكر حيك شكرا جزيلا لبش مهندس احمد عبدالسلام استشاري ادارة المشروعات وتطوير الخاصة بالاعمال شكرا جزيلا انا هاختم بس ببتشعر وطني بيعزز الانتماء الله اتفاد في 30 ثانية اتفاد انا بقول انا المصري بركان من الغضب انا المصري حامي حمى العربي مياهي نيل سلسبيل هنا يجري وارضي طراب من الذهبي سلام الله حين تأتيني ونار على كل مغتصبي انا المصري شعب كله جيش وجيشي من الشعبي ربنا يحفظ بلادنا انا بشكرك على بيت الشعر الجميل ده وبدعوك كمان وبدعو مشاهدينا لمشاهدة فقرتنا عن الانتماء احنا مرتبين فقراتنا النهاردة بمنتهى الترابط عشان فعلا انت لازم تحس قد اي ان انت بيتعامل عشانك حاجات حلوة قوي فلازم تعزز الانتماء الخاص ببلدك زي ما بتعزز انتماءك لبيتك والاسرتك تابعونا فاصل قصير وعلى طرقين انتظرونا